سيدة الرئيس تشدد مصر على رفض المساعي الإسرائيلية لإشعال تصعيد إقليمي بالشرق الأوسط وفتح جباهات حرب جديدة لصرف نظر رأي العام العالمي عن الحرب الوحشية التي تشنعها في غزة والمأساة الإنسانية الرهيبة جراءها كما تلدد مصر بالهجمات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا فإسرائيل ليست شرطي للمنطقة ولا حق لها ولا مبرل عدوانها على الغيرة تحت أي ذراء لن يعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة إلا عبر تسوية القضية الفلسطينية ومن ثم ينبغي التركيز أولا على الوقف الفوري للحرب على غزة ونسجل أمامكم جميعا بوضوح أننا لن نقبل أو نتهاون مع أي مسعى من جانب إسرائيل لاستغلال الظرف الإقليمي الحالي والتزرع بحجج واهية للحجوم على رفح أو توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة ستواصل مصر رغم كل العنت جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة بهدف وقف الحرب وإنفاذ المساعدات وإطلاق صراح الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين كما نطالبكم أيضا بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وبدء المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وألزامها بسداد التعويضات عن الخسائر والأضرار السيدة الرئيس تناشد مصر أعضاء مجلس الأمن دعم مطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة على ضوء كونها دولة مكتملة الأركان لديها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة 181 بتقسيم فلسطين عام 1947 وأرض احتلت من قبل إسرائيل في يونيو من عام 1967 وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحكومة فاعلة فعالة تفي بكافة المعايير الواقعية لمفهوم الدولة وكذلك المعايير الواردة في المادة الرابعة من الميثاق بما يؤهلها للانضمام للأمم المتحدة كغيرها من الدول ختاما سيدة الرئيس لن يشهد الشرق الأوسط استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية سوى بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة